طوى الدور الممتاز مساء الجمعة الماضي اخر صفحته الكروية لهذا الموسم حيث اتضحت الصورة بشكل نهائي وخاصة فيما يتعلق بالهبوط حيث انضم فريق مؤسسة البيرة الى قافلة الهبوط على الرغم من فوزه الكاسح على فريق الخضر بثمانية اهداف نظيفة الفوز الكبير لابناء المدرب حسن حسين لم يشفع لهم بالبقاء في دور الاضواء حيث كانت رياح البيرة على نقيض تام مع سفينة الوصول الى بر الامان وذلك عندما فاز مركز طول كرم على جبل المكبر المنتشي ببطولة الدوري الممتاز وبهدف دون رد والذي كان في دائرة الخطر ويخيم عليه شبح الهبوط فريق الظاهرية هو الاخر كان في مرمى الهبوط وخاصة ان مباراته كانت نارية مع هلال الكدس حيث اقتنس فريق الغزلان تعادلا بمثابة الف انتصار وفي الهزيع الاخير من المباراة وبنتيجة هدف لهدف ليبقى هو الاخر في دور النجوم هلال الكدس العنيد وعلى الرغم من تعادله الا انه خرج وصيفا بالمركز الثاني بعد ان قدم له شباب الخليل هدية الموسم عندما اقتنص فوزا مهما من فكي الامعري بهدف دون رد جعل ابناء الامعري يتراجعون الى المركز الثالث في حين واصل وادني صعده على وطر الفوز الذي يتقنه تماما الى عبو هذا الفريق وهذه المرة على حساب الجريح بيت امر والذي هبط منذ فترة طويلة الى الدرجبة وباربعة اهداف لهدفين اما ثقافي طول كرم المجتهد فقد تناسى خسارتيه الاخيرتين وانهى مشواره في الدور بفوز كبير على الخضر بخمسة اهداف لهدفين ومع نهاية الدور الممتاز عاشت فرقا افراحا طويلة واخرى اطراحا حزينة وهذا حال الكرة عندما تبتسم لمن يعطيها وعندما تكشر وتغضب لمن لا ينصفها فالف مبروك للبطل والوصيف ومن بقي في دورجة النجومية وحظا اوفر لمن هبط الى الدرجبة والمشوار الكروي ما زال في طريقه الصحيح امام الجميع اشتركوا في القناة